بعض التفاصيل اللي كتهم ما جرى في دورة ماي وكان بدا اولا باش نتقسم مع المتتابعين دينا في الرأي العام سياق سياسي العام الذي كان مصاحبا لدورة ماي واللي في تخدير دينا كان مليء بصراعات وبتشنجات على الاقل بغيت نتقسم واحدة ديال النقاط اللي متقسمة حول هاد الموضوع ديال السياق السياسي الدورة ديال ماي كما يعلموا الجميع تميزت في اطار ديال استمرار واحد المجموعة ديال النزاعات والخلافات بين اعضاء الغلابية المسيرة للمجلس بل اكتر من ذلك بين اعضاء نفس الحزب زيال ما الحال ياللي كيذبر واللي كيترأس المجلس وديال الجامعة ثم النقطة الثانية لاحظنا التواصل ديال التداعيات ديال الاختلاف العميق ما بين الرئيسة ديال المجلس ديال جامعة غيباط والرئيس ديال مقاطعة حسن وللأسف هما كين تميوا للنفس الحزب الأغلبي وبطبيعة حال هاد شي كيأت تربو حد شكل كبير وواضح على الخدمات ديال القرب الموجهة إلى عموم الساكنة ساكنة ديال حاليا أرى من يمكن تؤدي تمام ديال هذه الخلافات الصغيرة والضيقة والتي تكون ديال حاليا ما بين عضاء ديال الأغلبي وما بين عضاء ديال حزب وهذه النتائج ديال وشف لاهم ديال حاليا ما الدنب ديال الأطفال الوقت اللي كيتمنع لهم ديال ملاعب ديال القرب في الدوريات ديال رمضان ما الدنب ديال الساكنة الوقت الذي تحرم منظر الشباب المحيط والذي تقفر في هذا الموضوع. جراء هذه الصراعات التي كانت بين عضاء نفس الحزب الأغلابي المالي بالكفاءة بين القوصين. النقطة الثالثة المصاحبة لهذا السياق الدورة هو البروز الاحتقان وما أكثر الاحتقانات في جماعة الربط. هذا الاحتقان لأن السيدة الرئيسة للأسف ترى رأسها بأنها قدرة والإمكانية لتدبر بطريقة منفريدة بعيداً على المقاربات التشاركية. وفي هذا الإطار لاحظنا التوتر الذي كان مع أرباب مقاعي المدينة ومن قبل سيارة الأجرة والذي في وقت من الوقت إعلانوا التفكير في وقت الإدراب عام. ثم كذلك كشفنا الملامح الغضب بجموعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي من طرف بعض الفعاليات والجمعيات الرياضية حول الطريقة التدبير المرافق القرب والتوعد فينا ما كنسى الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها النقابات الموظفين أمام المجلس الجماعة. وبطبيعة حال السيدة الرئيسة الأصل في الموضوع هو الحوار الاجتماعي المستمر مع ممتلين النقابات الممتلة في الجماعة. ولكن في السياسة الأبواب الموسادة نرى الأجواء متوترة ما بين الموظفين الجماعة. ثم كذلك ظهور الأجواء والقلق والترقب بين المواطنين الذين يربطون هنا منهم. فهذا القضية هي عودة السابو. الذي لديه سيارة دبائية حالية يخصي ويجيبه لكي يخلص عليها. وبالخصوص أثناء الفترات الليلية. طبعا نحن فريق العدلة وثنين من هذا السياق العام. والتجنوج لا يمكن أن يخلص على الساكنة. لا يمكن أن يخلص على المواطنين ويقوموا بالأدوار. مهما بلغت هذا ما قالوا الإخوان قبل مني والأخوات. هذه القضية هي المحاولة واللجم والأدوار المعارضة. ولكنه لا يمكننا أن نجح المجلس والحرم المجلس لنعبره على الأراء والأمور. الحمد لله، نحن نعبره بكل حرية. وفي هذا الأجواء الغير الطبيعية المصاحبة للسياق الدورة، أعلن فريق العدلة والتنمية للرفض المجموعة من القرارات لإنفراد استيدة الرئيسة. ومكتبها المسير عبر واحد المجموعة لبيانات الرسمية. ومنها إصدار البيان الرأي العام برفض الصابو بعدما إصدار القضاء لحكم بعدم القانونية. ومنها إصدار القضاء عبر رفع قضيتين. ثم قام الفريق العدلة والتنمية بإعلان المقاطعة للجلسة الثانية لدورة ماي عبر بيان رسمي لجزمه بعدم قانونية التثقيف الأسئلة الكتابية. حتى يفصل القضاء حول هذا الموضوع القضيتين المرفوعتين للتحكيم. الموقف للفريق في النهار الدورة الفريق بطبيعة حال حضر. في التوقيت الذي هو معلن عنه. وتسنى كثير من ساعة. إن كانت خلافات و لم يكن تكمل السيد الرئيسة النصاب والأمور. وهذا كانت تجاوزة. إنه طال الساعة. فأخير عندما نرى الفريق في بعضياتنا. ستبقى قدامنا تقريبا واحد ساعتين. لكي ندوزوا فيها واحد الدول الذي أعمل 16 نقطة. إذا ماذا؟ نحن الفريق سأخذ دقيقة أو دقيقة ونصع لكل نقطة من هذه النقطة. سأخذ دقيقة أو دقيقة ونصع لكل نقطة من أساسية ومهمة. والتي حاولت رئيسة حجبة على الرأي العام. سنقوم بها بكل أريحة من موقع المسؤولية المعارضة. لذلك فضل الفريق. عدم المشاركة في المصراحية التصويت على أغلب نقاط دول الأعمال الدورة. لدينا معطيات مستفيدة. سنقوم بها مع رأي العام. فهذه النقطة ثم كذلك سنقوم بها مع رأي العام. من خلال واحدة التقارير سنزعوهم على الإخوة والأخوات في وسائل الإعلام. هل الموضوع الأكذوبة للفائد والمهزلة للبرمجات والمجموعة المغالطات والتعتيم؟ الممارس أولا قبل أن يكون ممارس على المواطنين والمواطنات والعموم الصحفة. الممارس أننا كمستشارين الجماعة مجموعة القرارات أن يوتيوبنا ينطلق من شيء من العدم. يعطينا واحد الوثائق التي هي عمومية فيها مثلاً يقول لك صوت على اقتناء أراضي وعقارات. ماذا يوجد هذه العقارات؟ الأماكن التواجز لها. العدد السيارات أو الدراجات. المراد شراء لها. ماذا تفاصيل الدراسات المعتمدة؟ هذا كل شيء سوف يفصل فيه. الأخ العمراني حول هذا الموضوع لا يمكننا أن نصوت على أشياء وليس لدينا تفاصيل الدراسات. لأننا نحمل المسؤولية والهم للساكنة التي وصلتنا إلى هذه المناصب حالياً. وبطبع حال سنقوم به. في الإطار المسؤولية والمعارضة البناء. وقد أعطيه كمجرة العادة. هذه التاريخ لم تكن لدينا أشياء التي أعتقدوا بأنها ستجود من العملات القرى. لم تكن لدينا سياسة. لم تكن لدينا هذا المقترحة. وقد أعطيه من المكتب الضبط الجماعة. لعل وعسى الناس الكفاءات الجماعة يتوضعون قليلاً ويأخذون هذا الرأي للناس الذي سبقهم في التدبير الجماعة. ويشاهدون الأشياء التي قدرنا تمكننا أن نجحوا فيهم ويرتاكزوا علىها. ويرتاكزوا على الأشياء التي لا تستطعنا. يأخذوا العبرة من ذلك الذي أعطيناه. لكي يزيدوا في المدينة القدام. ويقوموا بأدوارها. في الختم. حزب العادلة والتنمية يجدد تأكيده على النهج المعارضة البناء. من خلال تقديم جميع المقترحات التي يعتقد بأنها ستجود لعمل جماعي وما ستدخر. حتى جهد من أجل الدفاع للحقوق المواطنين والقضايا والمصالح. وغاية السمر في أدوار الترافعية. سواء من داخل المجلس. كل ما كان ذلك ممكن. أو عبر وسائل التواصل حينما تغيب الشروط الكفيلة بنقاش السياسي هادف ومسؤول من داخل الجماعة بعيدا عن الصراخ. بعيدا عن البلطجة. بعيدا عن المشاهد التي أردناها. كانت مسيئة للعمل السياسي في المفهوم ومسحبكم في مواقع التواصل الاجتماعية. موسيقى